اشتركوا في القناة 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 سيدنا ابو ايوب هذا يقول قدموا اليه العشاء رجعوا قال كنت اذا رجع العشاء من عنده اتسابق انا وامو ايوب على مواضع اصابعه ناكل المكان فلما رجع لنا تلك الليلة العشاء ما رأينا اثر اصابعه قالوا خفنا خفت فجيتي الاني بسألوا يا رسول الله ما تعشيت الليلة ما اكلت عشانه قال اني وجدت فيه اثر هذه الشجرة ثوم كان في البساء واني اناجي من لا تناجون فكلوا انتم انا ما اقدر اكلوا قال سيدنا ابو ايوب قالوا هذا فراق بين يوبين الثم ما عاد يدخل الثم بعد هاليوذي هم الى دارنا يقول له ولا عاد دخل عرق بعد ذلك الى دارهم من الثم صار ما يبقى انا االفين هذا من زمان وان احنا طبيعتنا نحب الثم ماشي عند الصحابة هذا هم ايضا عبيد هم ايضا خلص للحق قال وانا ودتهم برع ولا عاد أحبه ولا عاد أشوفه حتى شهواتهم الذوقية الطعمية في الطعام العادية تتهذب هذه غاية هذه غاية كيف يصل الانسان الى هذه الدرجة اذا قوي ايمانك شفت القرب من هذه المعاني عليهم رضوان الله تعالى